ناقشت وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المشاط مع أعضاء لجنة تحكيم جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة الفين واربع وعشرين برئاسة رئيس جماعة حمدان بن محمد الدكية بالإمارات مخرجات عملية التحكيم لفئات الجائزة وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التخطيط على عمق العلاقات بين مصر والإمارات وأهمية استمرار شراكة الاستراتيجية بين البلدين في عدد من المجالات